متابعة جماهيرية كبيرة في اللقاء الكلاسيكي بين الرجاء البدوي والجيش الملاكي فريق الجيش الملاكي كان هو الصباق اعتديد ماما الحارس العسكري بوسط شاكير عقال سوف يرد بالمثل لكن بالمعلم لم يتمكن من استغلال هذه الكرة هجوم لفائد فريق رجاء البدوي ينتهي بدخل دفاع فريق الجيش الملاكي الذي كان ادوه جيدا ابعاد موفق للخارقي في محاول خطيرة قدها الحافظي هنا عناصر فريق رجاء طربت الحكم بضربة جزاء فك لغز التهديف استعصال فريق رجاء البدوي عقال يمريره دخل الدفاع بعد الضربة الرصية للحافظي ثم يأتي هدف فريق الجيش الملاكي هدف عبسلان بن جلون تغطية لم تكن موفقة بالنسبة لفريق رجاء الكوات تستغل من طرف عبسلان بن جلون موقع سليم بن جلون الذي غالط دفاع فريق رجاء البدوي بينتهي شرط أول بتقدم الجيش الملاكي بهدف مقابل الجيش مرتد هجومي لشاكير وتدخل الدفاع فريق جيش الملاكي اعتمد على المرتدات الهجومية نتابع نحاوله بواسطة النغمي الذي يوضيع هدف تاني أمام استغراب الكل كادت أن تكون بمتابة رصاصة الرحمة لرجاء أخطاء دفاعية بالجملة فريق رجاء بحث بشكل أنفس عن هدف التعدل ودائما الاستعصاء يلازم لعب فريق رجاء البدوي مرتد هجومي كاد أن يعطي الهدف لو لا تدخل الدفاع في اللحظات الأخيرة أنزنيتي ينقذ الموقف من هدفين في محاولتين لينتهي اللقاء بانهزان فريق رجاء بهدف مقابل شيء أمام فريق الجيش الملكي في دور تومون وحاة الدهب هذا الشوط أول هذه مباررة الكأس وهناك الشوط الثاني ما يرśmy أن نقول إنه الأهلنا بالعكس هناك مباررة ثانية ولكن قبل من المباررة الثانية هناك مباررة لديلها ديلها ديلها الديالها البطولة يوم الأحد يهلي أن نؤكدها وإحنا س economical индفعارة الزمانية الت komunides الجمهور البيضاوي تبغي الكورة وهنا بهذه المناسبات هم يكن لعبوه ومدري بعدة فرق كي يجي منك اي فرق يلعب مزيان كي يشجعوه هنا كان نشكر كذا الجمهور دير رجاع البيضاوي